أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمر فتح باب التسجيل الإلكتروني لراقبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل اعتبارا من تاريخ الثالث حتى الثاني والعشرين من نوفمبر من هذا العام وذلك عبر منصة الحج وطلعت اللجنة العليا خلال اجتماع لها برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على الاستعدادات الجارية لتسجيل الحجاج وأفادت اللجنة بأنها تلقت من خمس وخمسين حملة حج طلب بالتسيير لهذا الموسم وقد بلغت نسبة عدد الحجاج الذين ترقب الحملات بالتسيير أكثر من مائة بالمائة في مؤشر إيجابي على ميزة التنفسية وأشارت اللجنة العليا إلى أنها قررت الموفقة على جميع الطلبات المقدمة من خمس وخمسين حملة وذلك بعد التأكد من استفائها للشروط المقررة لافتة إلى إتاحة أسماء هذه الحملات على الموقع الإلكتروني للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هذا وقد اعتمدت اللجنة العليا الخطة التنظيمية بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تضمنت تحديد فترة تقديم تعاقدات الحملات بشأن السكن والإعاشة والمواصلات وغيرها ترجمة نانسي قنقر